اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة الهام بيوتي نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله الوصفة دياليوم هما لشصن فرديين بعاجين جيد سهل بدون بيض ولا حليب وبحشوة لذيذة نتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم ولمازال ما اشتركوا في قناة ديالي نتمنى انهم يشتركوا فيها بالضغط على سابوني او سابسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد فبتجيعتكم ودعمكم لنا تنعطيوا المزيد نخليكم مع المقادر وطريقة تحضير واللي عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوهم مع الاصدقاء والعائلة ودخليوا لي تعليق ديالكم والاف لايكات تابع الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة بالنسبة للعاجين سنحتاجون 500 جرم ديال دقيقة ملعقة صغيرة ديال الملح وملعقة كبيرة ديال سكر سانيدة ملعقة كبيرة ديال خميرة فورية او خميرة ديال خبز ونضيفو لهم نصف كاس ديال زيت المائدة سنجمعو نخلطو دقيق بالدينة ومن بعد سنضيفو لهم المادة فيه سنجمع لنا العجين لا يمكنك خفيف بزيف سي تلسقه لا يكون قاسح المهم ان تكون عاجينة لينا فنضلكوه بيدينا ومن بعد نقسموه ل 4 ديال كوريات صغيرة سنجمعهم جيد ونوضعهم في شي بلاتو ونضيفوها بالدقيق ونضيفوه بالبابي سولوفا سنجمعهم يرتحو حتى نوجد الحشوة بالنسبة للحشوة فانا خريت 300 جرام اللحم المفروم وضفت له سوف نخلطهم مزيان حتى ينسجموا الى مع بعضياتهم او من بعد سوف نشكل الكفتاء على شكل اصابع ويكونوا متساويين مزيان لان انا سوف نطيبها فانا سوف نحتاج لنقطع هالدوائر ولا كيف ما كتشوفوا يعني على شكل اصابع يكونوا متساويين يكونوا غلطة شوية لان الكفتاء عبتها ان فكت طيب كتب كتصغر في مقلات سوف نضع فيها واحد شوية زيت المائدة ومن بعد سوف نضيفها ضك سباعات لوجهة الكفتاء وغادي نخليهم حتى يتحمروا وارجع لكم بعد قليل اذا فلي الحشوة فانا اخليت فلفل اخضر واحمر اقطعتهم على طريفة طول بس لاوحداتها قطعتها يعني طريفة تاوما طوال خديت مقلات وترتفع شوية زيت وغادي نبدأ بالبصل والاول غادي نضيف له شوية دي الملح وشوية دي الفلفل اسود ونخليه حتى يتحمر وغادي نحيده وفي النفس المقلات غادي نضيف نضيف الفلفل الاخضر والاحمر حتى هما بالنفس الشي نضيف لهم شوية دي الملح وشوية دي الفلفل اسود ونخليهم حتى يتحمروا وارجع لكم لنهاية دي الطريقة التحضير موسيقى 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 من بعد ما خمر العجين فهو ما اخداش وقت بزاف يعني اغطيته وخليته وغي الوقت اللي حدرت فيه الحشوة موسيقى فانا غادي ناخد الكوريلولا وغادي نطلقها بذلك حتى تولي سمت دياله رقيق واحد شوية ونشكلها على شكل دائري فانا غادي نوريكم مغيلي وحده ومن بعد غادي نكمل البقية ديال الكوريات كيف ما كتشوفو ميشكلت على شكل دائرة فانا الحشوة ديالي وجدت كيف ما كتشوفو ودوك الكفيتات قطعتهم من دوائر تغيرة فغادي ناخد لصوس ديال الماطيشة لذا جاسباق لي قلت لكم تنح الدراغب ماطيشة دلحك وشوي ديال زيتون والميل حلفلفل اسود وتنخففها بشوي ديال الماء فانا غادي نوضع لصوس هو اللويل ومن بعد غادي ناخد البصل ونحاول ندير الحشوة غير في النصف ديال العجين ما عنديروش فيها كامل هناخد كيميا صغيرة ديال البصل لانا انا الحشوة هاتي كامل اللي درت يعني القياس ديال ثلاثة ديال لشوسون فارديين وشوفو انتم على الحساب القياس اللي بغيتو يمكن لكم نديروا العجين فانا غادي ندير البصل هو اللويل من بعد غادي نضيف لي هدوك الدوائر ديال الكفتال اللي ساوبت من بعد غادي نضيف لهم شوية ديال الفلفل الاخضر والاحمر فغادي نضيفهم من فوق فكالجيل ما داق ديال الزوين يعني بحلة مقلية في الزيت غادي نضيف شوية ومن بعد غادي نضيف الفروماج محكوك اللي هو اخر حاجة يمكن لكم ديروا الفروماج ديال ساندويتشت فتا هو تيجي لديد فغادي ناخد الطرف الاخر ديال العجين وغادي نوضعه فوق من الحشوة وغادي نحول نسد الجوانب بيديها مزيان يعني نضغط عليهم مزيان بيش ميتحلشي لالعجين ومن بعد غادي نبدا زينتنيه بيش يعطينا علشك لدافرة في الجنب ولا كيف ما كتشوفوه حاولوا الضغطوا عليهم زيان بيتكوم ودا با غادي نجمعه من الجوانب بيديها يعني غادي نجمعه من جوانب بيديها يعني غادي نبقى غدا وكل ويسا يجمع لي العجين فلا كيف ما كتشوفو فانا يعني جمعتو مزيان باش ميتحلش يا منيني طيب وما تخرش يا الحشوة من الجوانب فانا غاد نوضعو فطاوة ليسبق لي اضرت فيها ورقة ديال الطهي وغاد نوضع فيها حتى نكمل البقية ديال الشوصون ورجع لكم بعد قليل من بعد ما انتهيت من الحشو فانا اخديت اصفر بيضة وضفت لها مع القاة كبيرة ديال الحليب خلطهم مزيان وغاد ندهن بهم كاملين فانا حاول ندهنهم مزيان باش يجوني محمرين او من بعد غاد ندير فوق منهم شوية ديال السيمسيم اللي هو جنجلان غاد رشوم شوية يمكن لكم ديروا اي حاجة كانت متواجدة عندكم ملتزين وغاد ندخلهم الفراء اللي سبق لي شعلت من قبل حتى طيبو ملتحت انهب طومية حمراء من الفوق وانتبع معي حتى الاخير موسيقى 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 موسيقى